شهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنطقة الواحد خلال نهر اليوم شهدت أجواء حارة إلى غاية الصحراء الوسطى كذلك بالمناطق الداخلية الوسطى يوم الغد بإذن الله أيضاً مصلحة الأرصى الدرجوية تنبه دائماً من بقاء درجة الحرارة مرتفعة على مسيلة بوسعادا إلى غاية الجلفة ما بين 45 إلى 47 درجة تحت الضل تصل إما حالياً إلى 50 درجة بولاد جلال بالمغير حتى بورقلة تقريباً نفس المقياس بصحراء الوسطى بالنسبة لحالة السماء تبقى نسبة رطوبة عالية تميز أغلب السواحل خلال الصباح الباكر تبقى السحب سفلة حاضرة محلياً على السواحل ثم تتلاشى تدريجياً ابتداء من الظاهرة المناطق الداخلية ستشهد دائماً سحب رعدية ابتداء من الظاهرة لما نقول خلايا رعدية احتمال أمطار محلية رياح قوية نسبياً أو معتدلة بمطقة الأوراس تعمل نوعاً على تطاير الرمال بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى بينما بأقصى الجنوب تبقى أجواء رعدية خلايا رعدية موسمية مرفقة بأمطار محلية وللإشارة الزوابع الرملية ستنتشر بكثرة خلال يوم الغد بمناطق الجنوب الشرقي بالصحراء الوسطى مرتفعة الهوغار إلى غاية أقصى الجنوب ستجعل الرؤية ضعيفة ورديئة يجب اقتل حيطة والحذر عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم أيضاً ستكون مرتفعة تفوق 30 درجة بورغلا بالمغير بغردية إلى غاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب لتصل محلياً إلى 37 درجة خاصة بأضرار تقرب 29 درجة بالجنوب الغربي تقريباً نفس المقياس بأقصى الجنوب الشرقي بينما بالمناطق الداخلية بسواحل تقرب 22 درجة بينما سترتفع بالمناطق الداخلية بالخصوص بباتنا بقسنطينا بالجلفة كذلك بالبيض ما بين 25 إلى 27 درجة خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى تصل إلى 50 درجة بورغلا بولاد جلال بالمغير تقريباً نفس المقياس بأضرار بيتميمون حتى بالمنعات 39 درجة بتابن راست وجانات 46 درجة ببشر مرتفعة أيضاً بتندوف 49 درجة بالمناطق الشمالية ما بين 30 إلى 34 درجة بسواحل سنكسب بعض الدرجات أيضاً حتى على سواحل ومرتفعة أكثر بالمناطق الداخلية حيث ستصل محلياً إلى 47 درجة دائماً ببسعدة والمسيلة عن حالة البحر اليوم الغد بإذن الله سيكون هذا وهذا على كل سواحل الشرقية الوسطى وحتى الغربية حتى الرياح ستكون ضعيفة على العمو نفترق بوقت شرق الشمس على موسى والعاصمة الذي سيكون في حدود الخامسة سباحاً و37 دقيقة أما الغروب على الساعة 8 مساءً وتسع دقائق مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة